تفقد مدير عام مديرية مودي أبي أبيان عبد الناصر العزي أعمال تجهيز موقع محطة توليد كهرباء 5 ميجا بالطاقة الشمسية وطلع العزي على أعمال المسح والتجهيز ومستوى الإنجاز الذي تحقق في تجهيز أرضية المحطة التي بدأت منذ ثلاثة أيام وأكد العزي أن إنشاء المحطة يعتبر باكورتنا لإنشاء محطة توليد كهرباء للمديرية في القريب العاجل والتي تعتبر من مشاريع التنمية المستدامة وتهدف لتحسين تشغيل التيار الكهربائي لجميع أبناء المديرية مشددا على ضرورة استكمال أعمال المشروع بأسرع وقت ممكن